كورونا يتخطى سارس وهذا ما يخشاه العالم في هذا الفيديو سنتحدث عن الخطر الداهم الذي يهدد دولا مختلفة مئات القتلى وآلاف المصابين في الصين في إشارة إلى أن هذا الفيروس الذي وصفه الرئيس الصيني بالشيطان يتخطى سارس لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني بؤر التفشي فيروس كورونا قالت إنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس يوم الأحد فقط الثاني من فبراير عام 2020 ليصل عدد الوفيات حتى لحظة تسجيل هذا التقرير إلى 361 حالة في حين قفز عدد المصابين إلى 17205 مصابا وبذلك تخطى كورونا عدد الإصابات بفيروس سارس عام 2003 في ظل توقعات مخيفة بارتفاع عدد المصابين لا سيما في مدينة غوهان وفرضت مدينة وينجو الصينية الواقعة خارج مقاطعة هوبي قيودا شديدة على تنقلات سكانها لاحتواء فيروس كورونا وأعلن البنك المركزي الصيني تخصيص نحو 170 مليار دولار لمكافحة الفيروس العنيد وبينما تتسع رقعة المرض في الصين أعلنت الفلبين تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين في حين تحدثت تقارير دول مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وألمانيا والولايات المتحدة عن حالات انتقال للفيروس بين البشر وفي هذا الصدد أغلقت الصين مدينة وينجو وهي مدينة بعيدة عن بؤرة فيروس كورونا الجديد ولم يعد مسموحا سوى لفرد واحد فقط من كل أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات وواصلت حكومات تجديد إجراءات السفر لمواجهة الوباء وحذرت كل من الولايات المتحدة واستراليا ونيوزلندا وإسرائيل المواطنين الأجانب من غير المقيمين من الزيارة إذا كانوا في الصين أخيرا وحذرت مواطنها من السفر إلى البلد الآسيوي بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي سيقدم مأوى يتسع لألف شخص في حال لزم عزلهم جراء الفيروس وأشارت إلى أنه سيتم تحضير عدة منشآت تتسع كل منها لمائتين وخمسين شخص على الأقل بحلول التاسع والعشرين من فبراير شباط الجاري وما يخشاه العالم اليوم أن هناك جوانب غامضة حول الفيروس تهدد السيطرة على هذا الوباء تشير التقديرات المختلفة إلى أن كل شخص مصاب بمرض كورونا الجديد الذي ظهر في الصين سوف يصيب ثلاثة أشخاص آخرين ومع ذلك عليك أن تولي اهتماما بعوامل أخرى إذا كنت تريد أن تبقى بعيدا عن هذا الفيروس المصيبة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر ومقارنة بالأوبئة الأخرى لفيروس كورونا مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد سارس وفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس فإن فيروس كورونا الجديد ينتشر بسرعة كبيرة وهناك بعض الشكوك بشأن إيجاد حل لهذه المشكلة التي يمكن أن تزيد من تفشي المرض ويشير عدد من المراقبين أن الانتشار السريع للفيروس يجلب الانتباه وهذا الانتشار السريع هو ما يجب أن يقلق العالم ولتقدير معدل انتقال العدوى يلجأ الخبراء إلى رقم التكاثر الأساسي الذي يشير إلى عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصيبهم كل مريض بالعدوى وقدر تقرير الكلية الإمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن أن هذا الرقم سيكون في حدود اثنين ونصف لكن الحسابات الأخرى التي نشرت هذه الأيام رفعته إلى ثلاثة فاصل واحد وهذا يعني أن كل شخص مصاب بهذا الفيروس سينقل العدوى في المتوسط إلى أكثر من ثلاثة أشخاص وحسب أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة نافارا إيجناسيو لوبيس جويني أشار إلى أن البيانات تتغير كل يوم وقد قدم رقم تكاثر أساسية تراوح بين 5 و5 وهو رقم مرتفع للغاية ويفسر كيفية انتشار المرض السريع مؤكدا نحن نرى أرقاما تثير قلق السكان حول كيفية انتشار الفيروس ولكن الشيء المهم هو عدد الأشخاص الذين هم في حالة خطيرة والذين توفوا وكذلك عدد الأشخاص الذين هم بصدد التعافي هل هذه الحالات معدية للغاية؟ هذا المعدل لا يعني أن جميع المرضى لديهم القدرة على نقل الفيروس وفي الواقع نحن نتحدث عن حالات محتملة من العدوى الفائقة أو المنتشرة للغاية أي الأشخاص الذين لديهم القدرة على نشر المرض إلى العديد من الأشخاص الآخرين وهذا ليس أمرا جديدا فقد حدث مع الأوبئة الأخرى لفيروس كورونا سارس وميرس وهو ما يحدث أيضا مع الإيبولا وقال الخبير نحن لا نعرف السبب وربما يعز ذلك إلى النظام المناعي أو الجينات الخاصة بالشخص ولكن اكتشف بعض الأشخاص الذين يسهمون في نشر الوباء بسرعة فائقة ويعتبر هؤلاء مصادر قوية لنقل العدوى وإذا تمكننا من اكتشاف الأسباب فسيكون من السهل التحكم بتفشي هذا المرض وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة المصيبة الأكبر أن هذا الفيروس معدي حتى قبل ظهور الأعراض عند المصابين به وذلك حسب ما نقلته مجلة ذنانسيت الطبية ومن الضروري كما تشير المجلة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على المرض على غرار الحجر الصحي لأولئك الذين يغادرون مدينة ووهان والعائدين منهم إلى أوروبا حتى لو كانت أعراض الإصابة بالمرض غير واضحة لديهم كما أن وجود مصابين لا تظهر عليهم أي أعراض لا يعتبر خبرا سارا فهناك أمراض فيروسية لا تكون معدية سوى عند ظهور الأعراض بالفعل وهو ما يجعل السيطرة على الوباء أسهل بكثير وهذا على عكس هذا الفيروس العنيد كورونا والصادم أن عددا من العلماء يؤكدون أنه من الغريب أن ينتقل مرض معد دون وجود أعراض كما يحدث الآن في كورونا وهذا ما يعقد استراتيجيات تحديد المرضى وعزلهم وحتى الآن يقع البحث عن أشخاص قادمين من منطقة ووهان يعانون من أعراض الحمى والسعال ويخضع أولئك الذين لديهم هذه الأعراض إلى اختبار في أول أربعة عشر يوما وذلك وفقا لما جاء في بروتوكول وزارة الصحة العالمية عدم اليقين بشأن أقصى درجات الإصابة بالوباء يشير الأطباء إلى أن هذه الشكوك تجعل من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الوباء وهذا أمر خطير على البشرية ولكن يقدر العالم الصيني تشينغ نانشين اختصاص أمراض الرئاذ الخبرة الواسعة في فيروسات سارس أن الوباء سيصل إلى ذروته خلال الأيام العشرة المقبلة ونوه أعتقد أنه من المخاطرة بعض الشيء قول ذلك بما أنه ليست لدينا بيانات يمكننا تأكيدها فإن ذلك يعتمد بشكل أساسي على آليات احتواء الوباء في الصين ولم يتبق لنا سوى أسبوع أو أسبوعين لمعرفة أين سيتجه هذا الوباء العنيد وفي هذه المرحلة ومع وجود الآلاف من الحالات المؤكدة قد يبدو الحديث عن أصل الفيروس بصفته واحدا من الشواغل الرئيسية أمرا غير مجدي ومع ذلك يعتقد الخبراء أن مجرد تحديد موقعه أمر ضروري لتجنب مزيد من الإصابات المباشرة بين الحيوانات والبشر ويقع التركيز هنا على سوق الحيوانات وعلى الأرجح أن الخفافيش تمثل مصدر الفيروس ونحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الوباء قد مر عبر أنواع أخرى من الثديات قبل الوصول إلى الإنسان لذلك من المهم السيطرة على المرض وكسر هذه السلسلة للحد من انتقاله وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة وعجزة الصين عن تحقيقه والأمر المخيف حقا أنه عندما ينتقل فيروس حيواني إلى الكائن البشري فمن المحتمل أن يحدث في البداية تواطر عال من الطفرات الجينية في مادته الوراثية مما يجعله خطيرا لكن بمرور الوقت يمكن أن تتحور هذه الفيروسات ولكن تطورها لا يجعلها أكثر خطورة على المريض وإنما يجعلها تتكيف مع المضيف الجديد وعلى هذا النحو لا يتسبب الفيروس في وفاة المضيف بل يبقه على قيد الحياة وبهذه الطريقة يزداد احتمال انتقاله لأشخاص آخرين إنها نظرية معقدة وصعبة وحتى اللحظة لم يكتشف العلماء حلا لهذه المشكلة المؤرقة وتأتي هذه التطورات في ظل قرار صيني بشأن جثث ضحايا فيروس كورونا ومما لا شك فيه أن هناك جوانب غامضة حول فيروس كورونا تهدد السيطرة على هذا الوباء ما الذي سيشهده العالم وما الذي يمكن أن يحدثه هذا الفيروس في دول مختلفة من العالم نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا بحفظه وأن يكرمنا بتمام الصحة والعافية شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وشكرا لكم وشكرا لكم وشكرا لكم شكرا